هذا وقد أكد سعادة السيد علي الزايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب على حجم الرعاية الملكية السامية التي تلقاها مجلس النواب للقيام بدوره التشريعي في البحرين نعم وبينا الزايد الإنجازات التشريعية التي تحققت خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس طبعا نحن في الدور الثالث حققنا أمور كثيرة ناقشنا مواضيع كثيرة ناقشنا ما لا يقل عن 800 موضوع حققنا يعني طورنا المنظومة التشريعية في السلطة التشريعية بدل التوافق مع الغرفة الأخرى مجلس الشورى هذه كلها هي أسس لدولة المؤسسات والقانون للبحرين نمي المسيرة الإصلاحية والتطور والتنمية لجالة الملك في هذا المضمون نتطلع إلى يعني في المرحلة القادمة أقرار مواضيع كثيرة من ضمنها عندنا قانون الصحافة يتطلع عليه من أجل تطوير منظومة التشريعية مثل ما ذكرت عندنا راح نتطرق بإذن الله إلى قانون محمى وما شابه من القوانين المهمة اللي يعني تخلي البحرين تصف بمصاف الدول المتقدمة تشريعية وتطورا ترجمة نانسي قنقر